تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في دوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها كينيا مشيدا في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القري ومنوها إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لسيما الاستثمار والتبادل التجاري هذا وأشد رئيس السيسي من جانبه بالتطور المستمر في مصار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا معربا عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها ومشيرا إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وأضف متحدث الرئاسة أن رئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي حيث أعرب الرئيسين عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية